لكن انا وجهة نظري ان انا عامل حاجة الحمد لله نجحة واتمنى ان الحاجة دي يبقى فيه 20 مصرح شغال بوجهات النظر المختلف انا بس مستغرب من احمد الفشاوي من حقه طبعا يقول رأيه بس هو عامل مصرح بلكده يعني هو كان بيجينا وهو صغير مع استاس فن الفشاوي فشفني وانا في المصرح مع والده يعني كان فيه مصرحية كنت بعملها مع استاس فاروق الفشاوي اسمها أولاد راوزكي وكان دوري ارتجال بالمناسبة انت عايش ارتجال على طوله مالنزل زعلانة ليه انت عايش جالت معهم ارتجال طبعا طبعا يعني يعني لعبة الارتجال دي في الدور نفسه هو ده المطلوب انا لو حدت الكلام زي ما هو مكتوب ماشي كلام ده مثلا كان فيه مصرحات برضو من اللي عملناها يعني سعد الدين وهبة عندك المجموعة بتاع سعد الدين وهبة دي كلها تقريبا عملناها في فرق الهواء اوكي ما نقدرش نغير كلمة ما نقدرش نغير اللفظ بنعتمد على الممثل لما يقول الكلام ده هيعمل ضحك في إطار العمل كله انت هنا بتتعامل مع ان هنا نص مصرحي لكاتب كبير مش هينفع ما ينفعش تتعامل معا ما ينفعش اه هنا هنا وضع يختلف يعني بالظبط بس بالنسبة لأحمد ربما كمان لان لقيته عامل تعليق انه كن جاي برنامجك وقالوله وشيلي الحلق من ودنك يعني حاجة كده فهنا يعني اعتبر ده تدخل في خصوصيته يعني مش انا مش عندك لا برنامجك مش انت قابس كان في برنامجك يعني اه اه يعني انا عارف مهمش بس هو جاي الأشرف عبرائي اه لا بس انت عارف يعني هي الأشرف باي اللوم يا جماعة يعني ما يقعد بالحلق هل هم اعتبروا للحلق ضد أخلاقيات الشاشة في اه لا انا مش عارف ايه التفاصيل لكن انا كنت متفق مع فريق الاعداد على حاجة لطيفة قوي انا يمكن البرنامج اللي حضرتك بتذكره هو رقم 20 ما لا لسه اكلمك في ده اه وطبعا اكيد فيه ناس هينتخدوا ان ازاي اعمل عشرين جبناء وانت ممثل ازاي تقدم مش مهم مش دي القضية لكن مثلا انا كنت بتفق معهم على الحاجة لطيفة اه وده بعمله في اي برنامج بقدمه هستضيف فيه نجوم ما تجيش تقول لي فلان مش جاي بتفق مع الاعداد من الاول ما تجيش تقول لي فلان اختلف على فلوس فمش هيجي او فلان قال ما بحبش اشرف فمش هاجي او فلان قال انا موعيدي مش مظبوطة فمش هاجي تعال اقول لي مين اللي جاي انا النهاردة داخل اقدم حلقة مين معايا النهاردة معاك فلان وفلان ايه اللي حصل في الكواليس انت بتوترني ليه او انت بتزعلني من زميل ليه او لما قابل زميل من اللي جاي قال لا انا مش هاجي ولا اختلف في ايه ولا عمل ايه هقابله وانا متضايق منه ليه تب ما تقول ليش دي خالص انا جاي زي ما هجبني هجيب الضيف اللي جاي معايا اه يعني انت متفق معهم كل ما يحدث مع الفنان في الكواليس ما تقوليش عليه مش بتاعي حتى لايه نعاكس على علاقة معايا طبعا النهاردة ما قابل احمد او ما قابل اي حد تاني ما انا هقابله بشكل كويس ليه ابقى انا متضايق من ان فلان مرضيش ييجي عشان اختلف على فلوس او اختلف على انه مش عايز يطلع او اختلف على اي حاج او اختلف حتى على الضيف الزميل اللي هيبقى معايا في نفس الحلقة ما ممكن واحد يقول لا ما اطلعش مع فلانا ما اطلعش مع فلانا بتقول لنا ليه اه ده صح قبل ما نتكلم فيه موضوع البقى بس يعني خد دايما كل ده يا استاذ اشرف على انه نجاح يعني بيعمل حالة الحمد لله والجدى الحقيقة يعكس نجاحا اشتركوا في القناة